اشهد معالي سيد مستدران عبدة رئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية جزر القمر بالنهج الدبلوماسي لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى في دعم القضايا العربية جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية جزر القمر للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على هامش زيارته الرسمية لجمهورية القمر المتحدة للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الذكرى السنوية لعيد الاستقلال وثمن رئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية جزر القمر المنجزات التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الاصعدة وحلص جلالة الملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك مشيدا بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمون الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تفعيل وتعزيز التعاون بما يعزز دور المملكة الريادي في المنطقة وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية جزر القمر وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الدولية